اعربت الخارجية الروسية عن قلقها من استبعاد عدد من المرشحين للرئاسة الليبية ومن بينهم سيف الاسلام القذافي ودعت موسكو الى منح حقوق متساوية في المشاركة في العملية الانتخابية بدورها عبرت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات الليبية الانتخابات الرئاسية تزيد من سخونة المشهد في ليبيا والخلافات حول إطارها القانوني باتت تثير المخاوف من صراعات مستقبلية اعتداء أخير شنه مجهولون على المحكمة الابتدائية في سبها مما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدمه سيف الاسلام القذافي بقرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما أثار التساؤلات حول قدرة السلطات الليبية على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بأمن وسلام مخاوف عبرت عنها واشنطن عن طريق سفارتها في طرابلس مؤكدة على ضرورة حماية العملية الانتخابية في البلاد ومشددة على أن الاعتداءات على المنشآت القضائية أو الانتخابية تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية ما حدث في سبها أثار مخاوف وانزعاج الأمم المتحدة أيضا إذ أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيتش ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل كوبيتش شدد كذلك على أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المستقية هي وحدها التي ستسمح للشعب الليبي بانتخاب ممثليه الحقيقيين وستساهم في وضع ليبيا على طريق الديمقراطية والاستقرار والوحدة ويتنازع الخصوم المتنافسون في ليبيا على قواعد الانتخابات وأهلية المرشحين مما يشكل تهديدا بإخراج عملية التصويت ومعها عملية السلام المدعومة من الأمم المتحدة عن مسارها ومعنا من بن غازي أستاذ العلوم السياسية دكتور يوسف الفارسي أهلا بك دكتور يوسف بين الهواجس الأمنية لدى المجتمع الدولي تحذير واشنطن والسجال من استبعاد أسماء معروفة من السباق الرئاسي وآخرها عبر موسكو كيف يمكن وصف العملية الانتخابية قبل نحو ثلاثة أسابيع بسم الله أستاذنا الكريم طبعا نحن اليوم حقيقة في مشهد يعني يعتبر صعب جدا خصوصا بعد ما حدث طبعا من اعتداء الميليشيات في طرابلس على بعض وتهديده لبعض طبعا المراكز الانتخابية وكذلك لمسألة طبعا استبعاد سيف الإسلام نحن المفروض في يكون هناك تفريق ما بين ما حدث من المناصرين لسيف الإسلام في سبا ما بين ما يحدث في منطقة الغربية طرابلس هذين طبعا فيها مفارقة يعني حققية ما يحدث في سبا طبعا هو طبعا شي طبيعي استبعاد سيف الإسلام سيف الإسلام عنده مناصرين كثيرين وهؤلاء مناصرين احتجوا وحاولوا يعتدوا حتى على المراكز القضائية ولكن ما يحدث في طرابلس حقيقة هو ميليشيات بشكل كامل وحاولتها لعرقلة موضوع ترشح سيف الإسلام نحن نلاحظونا في مناصرين ونلاحظونا في معارضين لهذا الموضوع وهذا سبب بشكلية حقية ولا تأثير حتى على مستوى سير الانتخابات نحن الظروف التحديات الأمنية في ليبيا صعبة جدا خصوصا منطقة غربية منطقة غربية تعجب الميليشيات كثيرة وهذا يعتبر هاجز حقيقي وهذا ما يشكل خطر على سير العملية التخابية وعلى نجاح هذه العملية التخابية وهذا ما يحذر منه المجتمع الدولي والتحدة الأمريكية وحاولة فرض عقوبات حتى من مسل الأمن على معارقلين العملية الانتخابية ما لم يكون هناك عقوبات حقيقية على مسلة المعارقلين سوف تكون المهمة صعبة في ليبيا وسوف تكون استحقاق صعب جدا وهذا يسبب في تدخلات حتى خارجية لاحظنا تدخل السفيرة الإنجليزية واجتماحها بالميليشيات في طرابلس هذا يعتبر خرق للسيادة الليبية والأمن القومي الليبي وكذلك محاولتها تدخل في الشؤون والمؤسسات السيادية بشكل كامل ما يحدث الآن في ليبيا صعب مرحلة حريجة جدا موضوع الرئاسي هذا موضوع يعتبر حقيقي يعني متعثري لحد كبير لأن الآن هناك ناس تمت استبعادها وفي شخصيات تمت قبولها وهذا طبعا يعتبر لدى الناس المناصرين لسؤال السيفس ولكن دكتور يوسف كل هذا يأتي في سياق الهواجس والتحذيرات الدولية أو مخاوف حقيقية من عدم حصول الاستحقاق الانتخابي أيضا في موعده وفق تطورات أمنية على الأرض هذا طبعا هناك مخاوف وهواجس في نفس الوقت ما يحدث الآن هو مخاوف أمنية حقيقية الآن بدأت تطرق على السطح خصوصا بعد ما حدث في الجنوب وبعد ما حدث في طرابلس وبخصص أن طرابلس الآن الصراع على أشده بنا مريشيات في طرابلس محاولات حتى زعزة الاستقرار لعدم إجراء انتخابات نحن نعرف أن هذه المريشيات ليس في صلاحة إجراء انتخابات في ليبيا إجراء انتخابات معناها نهاية مشهد الفوضى ونهاية مشهد عدم الاستقرار ونهاية هذه المريشيات الكاملة وهذه المريشيات تترعرع وتنشع على مثل هذه الأحداث الحالية والفوضى العارم الذي حدثت في ليبيا من 2011 إلى الآن هذه تعيش عليها المريشيات بشكل كامل المريشيات مستفيدة من هذا الوضع لأن تعرف مسبقا من سوف يفوز بالانتخابات وهذا مشكل الآن عايق حقيقي أمام هذه المريشيات كل المرتبط بالتطورات الميدانية على الأرض أيضا يأتي في سياق التحذير الدولي بشأن دور المريشيات تحهيدا في العاصمة طرابلس وكيف يمكن أن تنعكس على عملية الاقتراع وربما التأثير أيضا على الناخبين طبعا المريشيات لها سلطة كبيرة هناك تخوف كبير حتى حقيقة في المنتخبات الرئاسية الآن الناس تسأل خصوصا في طرابلس يتواصلوا معنا ناس ويسألوا كيف يمكن أن يرشحوا شخصيات معينة هذه الشخصيات طبعا هي ضد المريشيات كيف يمكن للناس في طرابلس أن تنتخب هذه الشخصيات الناس تخوفين حتى انتخاب شكل سري هم تخوفين حتى في مسرة أن من ينتخب ومن يختار لأن هناك في الضغوط من الشيات سوف تؤثر عليهم وسوف تقمحهم وسوف تلجأ إلى حتى لإفساد المشهد الانتخابي بشكل كامل وتعمل عليه جاهدة لأنه لو خرجت شخصية قوية قادرة على المشهد السياسي الليبي وهي قادرة تبسط الأمن سوف تنهي هذه المشيات بالكامل هذه المشيات تخوفة بشكل كبير ومسأة الانتخابات هذا لا تأثير على الناقب بشكل أساسي ولكن يبقى أيضا الموقف الدولي الحاسم بشأن المرشحين وبشأن أيضا الدعم الدولي الذي سيحصل عليه من سيفوز بالرئاسة الليبية سيرتبط هذا الملف أيضا بالتنازع والانقسام بين الأزمة الليبية والذهاب إلى التسوية السياسية ومرحلة الانتقالية وماذا عن التحذير الروسي بشأن عدم قبول ترشيح سيف الإسلام القذافي طبعا التحذيرات الدولية والمجتمع الدولي بشكل كامل يختلف باختلاف توجهات ومصالح الدول الآن تقف كل دولة على مصلحتها بشكل أساسي خصوصا الروس طبعا عندهم مغزى في هذا الموضوع كذلك دول أخرى عندها أطراف كل دول اللي بصفة عامة عندها أشخاص معينة حقيقة تدعم فيها بشكل كامل لأن كل دولة لا مصلحة خاصة ممكن في توجهات تختلف كل دولة توجهات تختلف من توجهات دولة أخرى وكذلك مصلحة تختلف اختلف أدافها فهذا طبعا ينتج عن دعم الدول لشخصيات بعينها لشخصيات الترفية أنها سوف تعمل معها بشكل كامل سوف تخدم مصلحها كل الدول الآن تتدخر في ليبيا بشكل كامل وفق لمصلحها الاستراتيجية هذه هذه الدخولات الدولية دكتور يوسف سكيف فاستنعكس على الانتخابات ودور أيضا المراقبين الدوليين وموقف المبعوث الدولي الأممي المستقيل بشأن هذا الاستحقاق وأهمية أن يكون بعيدا عن التجاذبات دورية طبعا هذه التوجهات طبعا لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الوضع الأمني المزري اللي نشوف نحن خصوة منطقة غربية لأن الانتخابات مرتبطة أساسا بالعملية الأمنية العملية الأمنية طبعا ومعقدة جدا ووضع غير مستقر وخصوةها في منطقة غربية هذا اللي سوف يؤثر حتى على نجاح من تدعم دولة من الدول فالمرتبط بشكل كبير هو هذه الدعم الدولي لشخصيات معينة بعينها أو الدولي بصفة عامة لشخصيات معينة مرتبط بالوضع الأمني في منطقة غربية بشكل أساسي خلينا نقول لأن منطقة برقة وقليل فزان هذه المناطق مستقرة أمنيا وعالة جاهزية لأنها تقوم بانتخابات في أي موعد ولكن المنطقة التي تعجب الميليشيات والآن تقوذ الآيام هذه صراع كبير حقيقي بين الميليشياتها لمسطة الانتخابات لمسطة الأشخاص المترشحين هذه تشكل عائق حقيقي حتى على شخصيات بعينها الذي مترشحي أشكرك جزيلا شكرا السيد العلم السياسي دكتور يوسف الفارسي كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في بنغازي